اشتركوا في القناة وتفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمنحهم نوط التميز تقديرا لجهودهم في تحقيق المركز الاول والثاني في منافسات الفرد لفئة السينيور والمركز الثالث على مستوى الفرق في هذا المحفل العالمي بمشاركة 14 دولة اكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين انه بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية السامية والتوجهة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة ايضه الله ومؤذرة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفيده الله غدت الرياضة العسكرية بقوة دفاع البحرين متوهجة بالانجازات التاريخية في سجلها الحافل بالنجاحات الرياضية في المحافل العالمية ومشيدا معاليه بالمستوى المتميز الذي ظهر به لعب تلك المنافسات شاكرا لهم ما بذلوه من جهود لتحقيق هذا الانجاز المشرف شاكرا للمشرف